العموتة لحسين عموتة شو بتتحدث عنه؟ يعني بالمؤتمر الصحفي أنا كنت سألت سؤال جزفينا سألوا لي السؤال حكى شو قدم لك نصيحة؟ سلام مرحبا بيان لنا بما معناه أنه هو اللي بقدم النصيحة كان للعموتة شو بتحكي عن هذا الموضوع؟ والله شفحنا أول شيء نشكر الكابتن الموديل الفني سن عموت على الأشيء لقدمه الكرة الأردنية وهو وكادر الفني وحنا بنقول لأخونا الكابتن جمال سلام أهلا وسلام فيك في الأردن إن شاء الله أنه نظهر على مستوعال فيه سلام عليكم أصدقائي كنتبني تكونوا بخير والأخير محببا بكم في قناة نيس الخبر في هذا الفيديو أصدقائي نشوفه صحفية وإعلامية أردنية وكذلك أعلامي أردنية في واحد الإقاءة تكلموا حول جمال سلامي وما يمكنه أن يقدم لي منتخذي النشامة وقالوا على العلاقة اللي كنتجمعه مع حسين عموتة ووجه أنه يعني خدب مساعدة من حسين عموتة أو لا مهمة شيء من أصدقائي غادي نشوفوه في هذا الفيديو ما عن طبوش عليكم خليكم تفرجوا خيارات لكم تعالى كل بارتاج لهم المرة كيشوا في القناة لا ينسى الشاشة كفاء في الزراج التي قد وصل لأي من جديد الفيديو هواش أصدقائي نتلقوا في الأخير من جمال سلامي المدرب المغربي خليفة لي العموتة لحسين عموتة شو بتتحدث عنه يعني بالمؤتمر الصحفي أنا كنت سألت سؤال جز فينا سألوا لي السؤال حكى شو قدم لك نصيحة سبين لنا بما معناه أنه هو اللي بقدم النصيحة كان للعموتة شو بتحكي عن هذا الموضوع والله شوف حولنا أول شيء نشكر الكابتن المدير الفني سنعم مموتة على الأشيء لقدم الكرة الأردنية وهو وكادر الفني وإحنا منقول لأخونا الكابتن جمال سلامي أهلا وسهلا فيك في الأردن إن شاء الله أنه نظهر على مستوى عالي في آسيا في تصفيات كاس العالم وتصفيات أموم آسيا شرر أيام في السنوات القادمة صراحة هو تحدي صعب يعني مستهل الآن إحنا صار فيه ثم من فرق لوصول كاس العالم إحنا كمان نطلب أنه يكون في دعم للمتخب الوطني من جميع الجهات وأنا أقول والأشي الكويس اللي أنا بلاحظه من الكابتن جماسا أنه الآن في مباراة ودية راح يلعب بلاعبين محليين وهذا إشي جيد يمكن راح نشوف كفاءات جديدة على السوية عالية وإحنا موجود عندنا كفاءات صراحة على مستوى عالي في الآن دي الأردنية يمكن يشارك بعض المحترفين لكن أنا اللي وصلنا على المعلومات المعروفة ووصلتنا أنه الكابتن جمال راح يلعب بلاعبين محليين اللي شارك بالدول الأردني في بطولة في المباراة الودية وصراحة هو سيفي تاع الجماس اللامي يعني حافل صراحة وعلى طلع فكرة يعني راح يحضر مباراة الحسين والوحدات أكيد راح يكون متواجه حتى يشوف اللاعبين ويطلع مستوهم وأكيد أنه الكابتن حسين عم موته أعطاه بعض النصائح عن بعض اللاعبين أو عن الدول الأردني بشكل عام وقال لك ما أعطاني النصائح هو ما أعطاه هيك حكى أنا سألته شو النصيحة قال ما أعطاني النصيحة بس هو كان يتابعنا حتى من غرف الغيار كان يتابع ورشح أسماء من الدور المحلي فيعني متابع جيد يسد نتمنى الأول شيء التوفيق إن شاء الله بس نتمنى كمان أن يكون من ضمن الكادر الفني لكابتن جمال سلامي يكون أحد اللاعبين الأردنيين أو مدربين الأردنيين آسف مدربين الأردنيين لأنه راح يساعدوا كثير لأنه أم أعرف المدرب الأردنيين عرف بالمستويات والتعامل مع العقلية اللاعبية اللاعب الأردنيين معروفة كيف التعامل والنفسي والمعنوي بوجود لاعبين أو آسف مدربين على سوية عالية يعني ما شفنا عبدالله بزمع مع المنتخب الأردني في بودكاست آسيا أنا أتوقع إنه كان له دور كبير نفسي ومعنوي مع اللاعبين أكيد كان يتحدث معهم يتكلم معهم هذا ليس غريب عن المدرب الأردنيين أنا أتمنى أن يكون من ضمن الكادر هو لا أعلن عن الكادر ما في ما في أردني لكن أنا بالله أتمنى من الاتحاد الأردني أن يكون موجود مدرب من الكادر الفني أتمنى أتمنى هذا الكلام صراحة توفيق لمنتخبنا بشهر تسعة وبشهر عشر وعننا يعني علامات فارقة إن شاء الله ويا رب إنجاز تاريخي إن شاء الله جديد لأينا بيأتأهل لكأس العالم ويا رب دايما شو رأيك بالقرعة كابتن شو في القرعة يعني ما منقول صعبة أو هي سهلة لأنه كرة القدم ما فيها لا ضعيف ولا قوي احترام الخصم أهم شيء احترام الخصم الآن كوريا الجلم حكنا من قبل إنه منتخب متطور صح نفزنا عليه لكن منتخب متطور الآن أغلبية تلاعيبتهم في الدوريات الأوروبية المنطخب العراقي عم يتطور أكثر وأكثر أومان كمان ليش سهل منتخب الفلسطيني تطور ولحظنا وصول أول مرة للدور الثاني المنتخب الكويتي الآن في تحدي من منتخبات الخليجية كابتن تطلع بسرعة تطلع بسرعة يعني لو غابت غابت صلاتها سريعة رجعتها سريعة هل أنها شوف في وعية إذا لاحظنا هاي يعني بطولة أو وصول النهايات كأس العالم ليس منسهل إنه حنا نشوف الجميع مر بكل التفاصيل الصعبة والسهلة اللي احنا مرن فيها رح نشوف مباراة مش سهلة احنا نشوف المجموعة غلبيتهم يمكن يكون الجنوب بس وغلبيتهم من الدول العربي لكن رح تكون سهلة أنا بحكي أنه لازم يكون ناخذ كل الاحتياطات لأنه من الضروري تركيز على الأمور الفنية لأنه كل المنتخبات الآن اللي ملاحظة في تطور وتصاعد في مستوى الكرة صحيح كابتن آخر شيء بنا نحكي عنك وينك يا ستي أنا الحمد آخر أخبارك أخبارنا الأخيرة هسا أنا عم بأخذ دورة البرو أنا من خلال شاشتكم العظيمة من وجه احترامنا لكل المدربين المحاضرين في دورة البرو الآن بقصروا معنا وبطورونا من ناحية التكتيك والأمور الفنية الآن أنا كمان فاتح أكاديمية في ملاعب جامت يرموك في إربيوت أكاديمية إربيوت أفسي أنا وزميلي الكابتن عبدالله صلاح اللي يجع قبل أسبوعين من السعودي نقول له الحمد لله على السلام اللي أنا عمل إنجاز إنجاز في السعودي صراحة صعود الفيات العمرية للدرجة المحترفين وإن شاء الله أنه في أخبار أنه في بعض العروض عم ندرس الآن في خارج وفي داخلي عم نشوف العروض الأفضل وإن شاء الله إن الله يوده من إربد مع الحسين إربد والله إذا يعني يتمني يكون نادي الأم يعني بس الآن ما في الحد عن كلام بس في كلام من بعض الناس أنه أنا سزموه في الحسين وكذا لكن الخبر أكيد ما موجود شكل رسمي ما في شيء ما في رسمي لكن نحن موجودين نحن في خدمة نادينا نادي الحسين اللي أحرز بطولة الدوري ونحن نتمنى لكل الأندية الأردنية أنه نشوف على سوية عالية سواء في البطولات الأسوية سواء في التعاد الأسوية لأنه هذا الشيء يفرحنا ونشوف منتخبنا على سوية عالية إن شاء الله وأنا مدرب الآن جاهز لأي شيء أتمنى التوفيق لكل مدربين الأردنيين لأنه صراحة المدرب الأردني مهضم حقه عقليته مختلفة صحيح ونحن نتمنى منك كأعلام أنه نعطيهم حقهم لأنه صراحة فيه مدربين على سوية عالية وأفضل المدربين اللي أم بيجو من الخارج صراحة صحيح 100% ونحن دايما ثقتنا عالية بمدربنا الوطني ثقتنا عالية وفخرين ونساند وبنشدد على مدربنا الوطني وينما كان أكبر دليل اليوم أنديتنا الكبيرة وخليني أحكي عن الأقطاب اللي متعودين عليها بالإضافة طبعا لأنديتنا الكبيرة جدا بالشمال لكن الوحدات أعطي ثقة مرة ثانية لرأفة علي كابتن رأفة علي ونعدي الفيصلي الثقة كانت موجودة والإصرار على كابتن أحمد هايل فهذا خير مثال على أنديتنا الكبيرة نحن نرى أنها تعاقدت مع أبنائنا ديها اللي فهمتها أكثر صراحة نرى أنه مدربين على سوية عالية يعني كابتن رافض علي ظهر مع الوحدات وأخذ الكاس الكابتن أحمد هايل ظهر أداء جميل بالإيابي يعني رائع جدا الكابتن عمار الزريقي كمان ظهر عمل نقلة نوعية في السلط يعني مدربين على سوية عالية محمد محر حتى لو سحبها لكن في بعض المقرات ظهر مستوى لا وسيم لبزور مع الرمثة عثمان الحسنات مع الجزيرة الآن وليد الفطاف طيب ننش ننسى مدربين يعني صراحة أننا مدربين على سوية عالية نحن نقول أنه نحن نطالب أنه جمال محمود مع الحسين صراحة نحن نطالب أنديتنا اتجاه المدرب الأردني لأنه صراحة عندهم أفكار وتكتيك على سوية عالية وليس غريب عنهم أنا أنا أعرفهم وعشرتهم في بعض الدورات صراحة في مدربين على سوية عالية وأنا أتمنى لهم التوفيق بالكل الأردنية سواء داخلي أو خارجي في الدول العربية لكل مدربين الأردنيين كل التوفيق لحضرتك كابتن وإن شاء الله الأيام القادمة ستحمل معها أخبار إن شاء الله إن شاء الله أعرف أصدقائي وصلنا إلى نهاية الفيديو كنت مننا من هذا الفيديو يكون لإجابة لكم خرية أراضي لكم التعليق لايك والبرتاج واختي الأعزاز اللي أعبر كي يشوف الخانش لا ينسى إضافة الجرس وإضافة الشراك باش يمكن أن يوصل دائما بجديد الفيديوات لكم خرية الأعزاز تلقى في فيديو في جديد موضوع جديد والسلام عليكم